ونتمنى أن يفهموا ما يريدون أن يرتكبوا الأخطاء لأننا عندما تتعلق الأخطاء بالقضايا الخطيرة جدا سنبقى ننصح هذه العسابات على كراهيتي لهم لأن مرات تكون قضية الوطن وقضية الشعب تتجاوز كل موقف منهم لكن شوفوا الشعب الذي كان فاهم ما هي هذه الإمارات شوفوا ما قال هذا الشعب شوفوا الشعب هذا وما كان يقول وهذه كانت في 2019 ويستطيع الناس أن يرجعوا اللايفات اللي درتها في ذلك الوقت على الأقل ذكرت هذه الإمارات سبعين مرة في ظرف شهرين ولا ثلاثة حتى هربوا ودوا الأموال ودوا في طائرة وهربوا في 15 مارس ومع ذلك استمرنا لأننا نحن عارفين دورهم اسمها وما كان يقول الشعب جزائري هذا لما خرج الشعب لما عرفنا باللقاية صالح طالح هارج على الإمارات في أخطة الحراك أنا عارفين كانوا كانوا يقول لهم أعطوني حلول الحراك هذا معناه بش يقمعوه طريقة كفش يقمعوه مش شرط بالرصاص ولذلك من بعد وش صرع أيضا؟ اسمها المحافظ السياسي تابع يمجد في بوتفليقة الآن القاية الصالح يتهم الشرع المحرك من أطراف خارجية هو الأول الذي ذهب للإمارات ثلاث خطرات متتالية وجاء الله هنا وبعث الشركاء نتعو ثلاث خطرات هذا الكلام قالوا قالوا في في جوان قالوا ثلاث خطرات رحت للإمارات فيها ثلاث شهر صحيح؟ واللي يرجع لللايبات انتعي سيجدني قلتها قبل ذلك بأسبوعين أو ثلاثة ومسجلة ومدققة وكل شيء وموضوع القاية الصالح والإمارات والجور الضباط اللي كانوا معها قضية طويلة والدليل أنهم تموا يحقهم مع واحد اسمها الضابط رشيد شواكي حتى قتلوه ملايير أقول ملايير الدولارات راه من برثعة خاصة في الإمارات لأن هذا رشيد شواكي كان هو يشري الأسلحة والأسلحة في المعدل كان يصرفه خمسة مليار ستة مليار دولار في السنة وعلى مدار عشرين سنة تقريبا هو القيد صالح أو خمسة عشر سنة هما يشريوا وتمر على الإمارات هاي راحت خلاص أموال ضاعت في الإمارات وما يعرفوا هذه مليحة وانشياء أخرى وجنيات آخرين ومصائب وملفات أخلاقية شدتها مع لهم الإمارات فهنا طبعا مجاهد ورقعات تهموه من بعد قال لك ما هو مش مجاهد ومزور وكان بسم أخوه تخيلوا إلى فقط ودخلوا للحبس بعد هذا الواقع باش نرجع الآن الأوضاع كما هي مرة أخرى يعود نكرر وشبهت للنظام هذا تعيد علاقاتك مع الأزواد وفق اتفاق الجزائر 2015 حكم ذاتي وتقطع علاقاتك نهائيا مع فاغنر ميليشيات إجرامية لا يؤتمنون ويكفي أنهم قتلوا قادة من الأزواد واحد حسن فاقاقا قبل أربع أيام على الحدود الجزائرية خمسمائة متر بعيدة على تين زواطين الجزائرية قتلوا في تين زواطين المالية الميليشيات لا يؤتمنون والآن عدلوها وقال لك راح يكون جيش الروسي في إفريقيا تخيلوا جيش روسي في إفريقيا والأزواد هذه القضية ماش فقط دعما لإخواننا الأزواد ولحقهم في تقارير مصيرهم وكل هذا في إطار دولة مالي إنما أيضا راح كاينوا أحد المشاريع راح تحضر فيها بعض الدول كاش نهار تشوف عشرات الملايين من الأفريق الزحفين ماش كون يردهم لو كان يكونوا ناس أهل البلاد في الجنوب الجزائري أو في شمال نيجر أو في شمال مالي أو في موريطانيا أو لو كانهم ما يكونوش ما نقولش خط الدفاع الأول ولكن خط بالعكس انترك تعادي في الجميع يجوا هذك طالعين عشرات الملايين الأفريق أو يجوا معهم الأزواد يقول لك انت عادونا وأشياء أخرى كثيرة وهذا رأى كلام كبير فيه مش حنتكلم عليه الآن ما زال يجي وقته مع تبريئتي لإخواننا الأفريق المستضعفين لكن كين دول عندها مشاريع وموضوع الهجرة هذا شوفوش حدث في تونس قبل فترة وتصرف تعلم مع تونس تعرئيس تونسي كيفاش تصرف وش حال الناس ماتوا وش حال الأفريق قتلهم بالباطل لأنه ما عرفوش يتصرفوا لأنه كيطح عليهم المشكلة لتحركها جهات أخرى يحبسوه في المستضعف في هذاك الإفريقي المستضعف هذاك الهارب المهاجر الهارب المسكين هذا كلهم ساكين وكلهم إخواننا ولو كان جاء التفكير مبني ما نصرفوش الملايين الدولارات على أنظمة فاسدة نعم فنصرفوها على الشعوب باش تبقى في أوطانها مكالة تسافر أو تنتقل عندنا أو للمغرب أو لتونس أو لليبيا أو حتى لأوروبا النقطة الثانية هي عادة بناء العلاقات مع المغرب أقل شي تعاملوا مع بعضاكم كجيرا أما إحنا الشعوب فنحن شعب واحد رنى في بلدي نقطة الثالثة إنهاء كل الوجود الإماراتي في الجزائر كله كله بما في العلاقات الدبلوماسية وفي أسرع وقت ممكن نقطة الرابعة إزاحة شينغريحة لأنه لا يعرف أن يدير هذه الأشياء والإتيان بجنرالات على الأقل ما يرقدوش في الاجتماعات على الأقل ما عندوش سبعين مرض على الأقل في الستينات من العمر ما هوش في نهاية السبعينات وعندو سبعين مرض ونهيك عن الكوارث الأخلاقية والأمور الأخرى لإدارة الجيش ولإدارة هذه القضايا الشديدة التعقيد وأمور أخرى ربما تحدثنا عليها أكثر من مرة ونحن نقول هذا بلك الناس يقول لك آه وقيلها رحل تبدلوك لا نحن نفرقه هذا النظام العسكري هذه المافيا العسكرية ومخابراتها الإرهابية يجب أن تتفكك ويقوم نظام مدني في الجزائر هذا لا ينفي أن نحرك ونوعي ونفهم الناس سواء كانوا داخل هذه السلطات وداخل هذه الإدارة أو خرجها بالمخاطر لتتعرض لها البلاد واللي الآن الإمارات تقود هذه المخاطر ماش مبالقة كما قلت اللي يريد مثال يروح يشوف اليمن أو يشوف السودان أو يشوف ليبيا لكي أذكر هذه البلدان فقط وما فعلت فيها الإمارات ولا تفرحنا لوجود الإمارات ما فيش إنسان عنده ذرة ضمير يفرح لوجود من دمر أوطان وبلدان وإذا أراد أن يشاهد أيضاً جزء من التدمير يشوف غزة لأن هذا النظام الإمارات الشيطاني ليس إلا آدات أيضاً في يد أولئك الذين يهدمون غزة هدماً رهيباً وأنتم تعرفون هذا الحمد لله ما كاش واحد أيضاً يقدر يزايد على الشعب المغربي فلقد رأينا أن الشعب المغربي كان هو أكثر شعوب في المنطقة العربية كلها وربما الإسلامية كلها خروجاً وانتفاضاً ضد ما يحدث في غزة وضد الجرائم الصهيونية البربرية هناك اللي هو الوكيل انتاحهم هو بن زايد فخذوا احذركم طبعاً السلطة المغربية نظام مغربي هو يعرف كيفش يدير شؤونه بس عناً يقول لهم نحذرهم نظام الإماراتي نظام شيطاني هدفه نهب المنطقة المغاربية إخضاحها وإذا خرجت من يديه تدميرها